الحديث حول ارتفاع السعار النفط في أسواقها ينضم إلينا من جد المستشار الاقتصادي والنفطي كذلك الدولية الدكتور محمد داء صبان دكتور محمد أهلا نسهلا بك معنا في نشرة النهار يعني ما الذي مثله إعلان فايزر للقاح كورونا بالنسبة لأسواق النفط العالمية بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن وجود هذا اللقاح أعطى بارقة أمل لمسألة القضاء على فيروس كورونا الذي عم العالم وأضر بالاقتصادات العالمية ووصلت معدلات الركود إلى مساوات غير مسبوقة كل هذه طبعا العالم كان ينتظر إعلان مثل هذا الإعلان من شركة فايزر شركة فايزر ليست هي الوحيدة هناك شركات روسية أيضا طورت لقاح وهناك شركات أخرى في إنجلترا إلى آخر لكن حتما هذا الإعلان بأن النجاح بلغ 90% أعطى أملا قويا بأننا سوف نقضي على هذه الجائحة تباعا بإذن الله جائحة كورونا كيف أثرت على أسواق النفط العالمية؟ ما هو حجم الأثر الذي تركته وستتركه؟ جائحة كورونا كان لها أثر كبير جدا 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 على أسواق النفط كلنا يعرف أن نصيب قطاع النقل في الطلب العالمي على النفط هو أكثر من 60% وبالتالي حينما يتم الظهور شلل على القطاع النقل العالمي من طائرات وسفن ومركبات إلى آخرين نتيجة للإغلاقات والاقتصادات المختلفة فإن هذا حتما سيؤثر بشكل كبير وقد أثر فيه سوق النفط العالمية رأينا كيف أنخفض الطلب على النفط بما لا يقل عن 9 مليون برميل يوميا من أصل 100 مليون برميل يوميا وهذا حجم كبير بدل أن ترتفع وينمو الطلب أنخفض بهذا المقدار لكن هذه كلها كانت متوقعة والضرر الأكبر كما ذكرت هو في قطاع النقل غير ذلك الدول المنتجة للنفط تأثرت بشكل كبير أيضا دولنا المنتجة للنفط تأثرت من جهتين من جانبين ركود العالم اقتصاديا وأيضا انخفاض أسعار النفط ولذلك لو لا السياسات الحكيمة التي تبعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لرأينا أن التبعات الاقتصادية كانت أكبر بكثير مما هي عليه الآن طيب هل سيتواصل هذا التعافي والارتفاع في أسواق النفط العالمية ما هي كذلك العوامل التي ستساعد في ذلك التعاطي مع اللقاح من المبكر جدا أن نقول أن هناك أو سيكون هناك ارتفاعات مستمرة في أسعار النفط لأن اللقاح لا زال حتى وإن ثبتت فعاليته لا زال أمامه مشوار طويل ليصل إلى أذرع الشعوب في مختلف الدول وما هي تكلفة وصول هذا اللقاح وهل هناك منافسة بين اللقاحات المختلفة وكيف ستحصل عليه الولايات المتحدة ذكرت بأنها ستوفر هذا اللقاح مجانا لكل الشعب الأمريكي لكن بعض الدول الأخرى الدول النامية على سبيل المثال سوف لن تتمكن من توفير هذا اللقاح بصورة مجانية وبالتالي يعتمد على السعر هذه لا ننسى أنها سلعة تجارية تخضع للسعر معين محدد من قبل الشركة المنتجة وإذا كانت هي محتكرة ستستطيع أن تفرض أي سعر تشاء على العموم هو أمل موجود وباق وسيؤدي كما ذكر تقريركم وأنا أتوقع أنه بحلول نهاية النصف الأول من العام القادم 2021 سنرى الانفراجة الكبيرة في الاقتصاد العالمي وإذا ما حدث وزاد وتحسن الاقتصاد العالمي فإن هذا حتما سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط والأسعار ليس فقط أسعار النفط وإنما جميع أسعار السلع والخدمات ستخضع أو ستبدأ في الارتفاع التدريجي لتستجيب لزيادة الطلب أشكرك جزيلا كنت معنا من جدة المستشار الاقتصادي والنفط الدولي الدكتور محمد أصبان شكرا شكرا